توالت ردود الفعل المندلة بمقتل المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي التي اغتيلت في بنغازي مديرية امن بنغازي اشارت الى ان الحادثة جرت في تمام الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء حيث قام عدد من الاشخاص الملثمين بمحاولة اختطاف المجن عليها من احد المحال التجارية بشارع العشرين وقاموا باطلاق اعيرة نارية عليها واردوها قتيلة ولاذ بالفرار في سيارتين معتمتين سالكين احد الشوارع الفرعية واكدت المدرية ان تحقيقات جارية وبمختلف الاقسام والوحدات وان اعمال التعقب مستمرة ولن تتوقف لحين ضبط جنات وتقديمهم للعدالة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح باشغا عد اغتيال الحقوقيين واصحب الرأي وتكميم الافواه جريمة نكراء وشكلا مشينا يمثل الاستبداد ومحاولة يائسة لوأد الامل في قيام دولة مدنية ديمقراطية وهو ما عبرت عنه وزارة العدل في حكومة الوفاق التي اكدت انها ستكون محلا للرصد والتوثيق من قبل لجانها المختصة وان اجراءاتها ستلاحق جناه حتى لو اضطرها الامر لاستدعاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اذ ثبت وقف اشخاص خلفها يستحصي على القضاء الوطني ملاحقتهم بدورها ادانت منظمة العفو الدولية الحادثة مطالبة بفتح تحقيق عاجل واعتبرت ان قتلها يعد دليلا على المخاطر التي تواجه النساء في ليبيا واللواتي يقومن بالحديث عن امور سياسية البحثة الاممية ايضا اوضحت ان البرعصي من اشد المجاهرين بانتقاد الفساد واساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الانسان وتدلله فجيعة مقتلها على تهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها مشيرة الى انها اخذت علما بقرار السلطات المختصة في الحكومة الليبية بالشروع في تحقيق سريع وشابل في مقتلها دعية الى تقديم الجنات على الفور الى العدالة السفارة الامريكية لدى ليبيا من جانبها عبرت عن صدمتها تجاه مقتل البرعصي وشددت على ضرورة عدم التسامح مع اسكات اصوات النشطاء السلميين مجددة التزامها بالسماح لجميع الليبيين بالتعبير عن ارائهم فيما يتعلق بمستقبل بلدهم وفي ذات الاطار دعت السفارة الكندية لدى ليبيا في ادانتها للحادثة الليبيين الى توحيد كلمتهم لانهاء الخوف والافلات من العقاب وتواصلت ردود الفعل اتجاه الحادثة اذ اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا ان جريمة استهداف الناشطة النسائية والمحامية حنان البرعصي انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير وخرقا واضحا للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان النقابة العامة للمحامينا في ليبيا طالبت مكتب النائب العام وعموم السلطة القضائية بكشف الحقيقة واضحار نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة كما اكدت النقابة متابعة سير التحقيقات وملاحقة الجنات مهما طال الزمن وان سياسة الترهيب وتكميم الافواه لن تمس قيد انملة عزائم المحاميين